هذا وتعد الحكومة الجديدة التي كلف الشيخ صباح الخالد باختيار أعضائها الأولى له كما يعتبر ثامنة شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962 وشيخ صباح الخالد من موالد عام 1953 وحاصل على الباكلاريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت نتابع تقرير الزميل حمد النبهان صدر اليوم الأمر الأميري بتسمية الشيخ صباح الخالد الرئيس الثامن لمجلس الوزراء وتكلفه لترشيح الحكومة السادسة والثلاثين للكويت فمن هو سمو الشيخ صباح الخالد؟ هو الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح من موالد الكويت عام 1953 ومتزوج من الشيخ عيدة سالم العلي ولديه من الأبناء اثنين هما الشيخ الجوهر والشيخ خالد كما لديه من الأخوان الذين عملوا في السلك الوزاري وهم الشيخ محمد الخالد والذي تقلد حقبتي الداخلية والدفاع إضافة إلى الشيخ أحمد الخالد والذي تقلد حقبة الدفاع سمو الشيخ صباح الخالد حاصل عن البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977 ثم التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي وليبدأ تدريبه على أيدي أمهر رجال السياسة الكويتية أنذاك بقيادة وزير الخارجية خلال تلك الفترة سمو الأميرة الشيخ صباح الأحمد وبعدها التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة ما بين عام 1983 و 1989 وفي هذا المجال يتحدث من دوب الكويت الدائم الأسبق للمستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن عن أحدى أبرز المحطات في بدايات سمو الشيخ صباح الخالد في العمل بالمجال السياسي العالمي وسماته لما قدم أو رشح لي الشيخ صباح الخالد كي يعمل في نيويورك من ضمن الوفد الدائم وهو كان في ذلك الوقت سكرتير ثاني يعني كما يقال مبتدئ في الحياة العمل الدولي وأول واحد أول تجربة لي مع فرد من أفراد الأسرة الحاكمة ويأتي فإحنا قلنا إن شاء الله يعني يستطيع أن ينصهر في بوتقة الدبلماسيين بطبيعة عملهم المتميز والعمل الدولي يختلف عن العمل الثنائي وشاف طبيعة العمل وهو أيضا كون يملك البساطة في التعامل والإخلاص في التعامل وأنه متواضع تواضع شديد النقطة الثانية أيضا عند الحرص على أنه يستفيد حاط له هدف أن أنا في الأمم المتحدة لما أنا في إعتقادي أنه لما حرصت أني أجي الأمم المتحدة أو لما أرضوا عليه الأمم المتحدة قلت أنا بروح إلى مدرسة أتعلم منها وهو العمل الدولي المشترك ومشاكل العالم لما ترك نيويوك سنة 1988 ترك أولا بخبرة واسعة في العمل الدولي المشترك خبرة واسعة أيضا في كيف يعبر عن سياسات الكويت في المواضيع التي كانت بناها وأيضا في سم عمالة الكويت image في الكويت والشكل الدبلماسي الراقي وفي الجانب الشخصي لسمو الرئيس الجديد يؤكد أبو الحسن على امتلاك الخالد العديد من السمات التي ساهمت في تميزه هو معروف عنه أنه ليس كثير الكلام لكن عندما يتكلم يتكلم في الموضوع بدقة وبتركيز وعلقته مع أطفالي وحب أطفالي له أيضا كما يحبون الآخرين وبعدين مجاملت في المناسبات مناسبات العيد والمناسبات الاجتماعية عياد الميلاد فعنده رقمنا ما كان متزوج لكن عنده الحرص على أن يكون جزء من العائلة وعمل سمو الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من عامي 1995 إلى 1998 وهو العام الذي صدر مرسوم بتعينه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير وعوين بعدها وزيرا للشؤول الاجتماعية والعمل في العام 2006 ثم وزيرا للإعلام في العام 2008 وتسلم الشيخ صباح الخالد حقبة وزارة الخارجية منذ العام 2011 وهنا يؤكد أبو الحسن أن اختيار سمو الشيخ صباح الخالد جاء في محله لعدد من الخصائص المتوافرة في سموه عيين كوزير خارجية سنة 2011 وصدفة الكويت استضافت الكثير في ذي السنة من المؤتمرات الإقليمية في الكويت وهو اللي ترأس جانب رئيسي من بعض الاجتماعات أثبت من خلال إدارة هذه الاجتماعات في وزارة الخارجية ممثلة لدولة الكويت أن السنوات اللي قضاها في نيويورك وقضاها كسفير في السعودية يعني عطته الإمكانية والثقة في النفس ويجادت للغة العربية ويجادت للغة الإنجليزية والنعم اللي أعطاها سبحانه وتعالى أن عنده مثل ما يقولون باللغة الإنجليزية فوتوكوبي ميموري يعني لما يقرأ الشيء يلصق في ذهنها وحول تكليفه برئاسة الوزراء أكد المستشار أبو الحسن قدرة سمو الشيخ صباح الخالد على قيادة الفريق الحكومي نظرا للخبرات العديدة التي اكتسبها خلال السنوات الماضية إذا ما أنا رجعت إلى الفترة التي عاشها معي من 1983 وكيف أنه لم يكن يعرف شيء عن القضايا الدولية والإقليمية في أشكالها المختلفة وإن خرب مع المجموعة فأنا متأكد الآن وهو قارئ جيد ومستمع جيد وصبور على التعلم سوف فعلا يدرس متطلبات المرحلة الراهنة يدرس رقبة البرلمان ويدرس أيضا القصور التي عندنا في المشاكل التي واجهت مجلس وزراء ولم تحل حتى الآن فأنا متأكد أن هناك إن شاء الله تفاعل شديد وكان الخالد قد شارك في العديد من الفعاليات الدولية والعربية كممثل عن الحكومة الكويتية حمد النبهان الراي اشتركوا في القناة